السلام عليكم ازاي ايكم يا رب تكونوا بخير المكشكشة وجمال المكشكشة كان التريند الثاني دي في رمضان هنعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة شايفين جمالها شايفين لونها الدهبي والسيروب نزل كده عليها حاجة تده تحفة تعالوا بقينا نبدأ الفيديو ونشوف هنعمل ايه مع بعض هنقول بسم الله اول حاجة عندنا هنا اه كبايتين من اللبن او نصف كيلو من اللبن زي ما انتو شايفين هنحط عليه معلقتين من النشا تمام وكمان هنحط معلقتين من اه الكستر يعني معلقتين من النشا معلقتين من الكستر رو حابين تعطوا النشا بس وتبقى مهلبية اه بيضا ما فيش اي مشكلة انا حبيت ازود ده معلقتين من الكستر ايه تديها طعم ما حلو زي ما انتو شايفين احنا بنقلب كل مكونات الاول على البارد بالطريقة دية بعد كده بنشغل عليها النور بالطريقة دية قلب كويس جدا ندوي كل النشا والكستر في اللبن وبعدين نبدأ نشغل النور بتاعتنا اول ما المكونات بتاعتنا دوب مع بعض اه اول ما تجلي نبدأ ندفي عليها اول ما سومكها يبقى بالشكل اللي انتو حتشوفه معي تمام بالطريقة دية مهلبية بتاعتي بدأت تتقل زي ما انتو شايفين بطريقة دية مش هسيب ايدي ابدا من التقليب لزي ما ابدأ افضل اقلب لغاية ما تاخد السمك المطلوب وابدأ ارفعها منع النور تمام هي كده تمام قوي تقلت زي ما انتو شايفين وده بيبقى شكلها طفيت عليها وهسيبها تهدى كده وتبرد لغاية ما اعمل معاكم بقى الجلش بتاعنا او المكاشكشة هبن نبدأ نجيب سينية زي ما انتو شايفين نبدأ ندينها بمادة دهنية زبدة او سمنة اه طبعا تكون دايبة تمام هبدأ احط اول طبقة من الجلش كده في السينية بتاعتي كمان بالشكل ده وهدهنها اه بطبقة من الزبدة السايحة والسامنة السايحة اللي انتو حابين تهدفوه ممكن تحطوه سامنة بلازي بوردك تديها طعم حلو قوي هبدأ بقى جيب بقى بقى طبقاتي الجلش اه كل ورقة كده اه في نص السينية وهبدأ ادهنها يعني نص الورقة تبقى جوة السينية ونص التانية برا من الاربع اتجاهات بتوع السينية من اربع جوانب تمام طبقة تانية زي ما انتو شايفين ما بين كل طبقة وطبقة لازم ندهن من اللازم ده سايحة بتعطي تمام بعد ما خلصت الاربع جوانب بالطريقة دي هبدأ انزل بالكريمة الكاستر بتاعتي بعد ما بردت تمام وهبدأ افردها في السينية كلها نزل كل الكمية اللي عندي شايفين عندي شوية من الزيبيب عرشاهم عليها ووزعهم بالطريقة ديه اه اللي مش حابي بحط مكسرات 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 لا يوجد مشكلة مكسرات 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 المكسر السينية ودن مع الجنة والمادة دهنية شكلها حلو جدا وأنا llama ا차� CareISS كمان تعموا حاجة جميلة تمنى ان تتجربوها ولو عجبتكم الوصفة وعجبتكم الطريقة تنزوش تكتبوا لي في كومنتات رأيكم وتقولولي انتم من اي بلد هنبدأ نجيب باقي جلاش نمسك كل ورقتين مع بعض كده ونبدأ نطبقهم فاكرين المروحة بتاعت زمان مروحة الورق هنبدأ نعمل الجلاش بنفس الطريقة زي المروحة بالزبط عشان يتكشكش بالطريقة دي ويديني اه شكلا مكشكش اللي فوق الجلاش انا حاولت هنا افتح الطبقتين دول عشان اخد ورقة ورقة ما نفعش فاسبته زي ما هو هاخد ورقتين كل ورقتين مع بعض وابدأ اشتغل اكشكشهم كده واحطهم على الصينية من فوق زي ما انتم شايفين بالطريقة دي حامل كمان ورقتين معيكم تمام زي مروحة الورق بتاعت زمان هنبدأ نشتغل بنفس الطريقة اخر ورقتين اه ما كشكش اخدت نص كيلو من الجلاش او لفت جلاش كاملة احنا بنجيب تقريبا لفت جلاش كاملة بتبقى حوالي نص كيلو زي ما انتم شايفين شكلها حلو جدا خلاص كده انا خلصت كل كمية الجلاش اللي عندي وده الشكل النهائي للمكشكشها شكلها تحفة جدا هنبدأ ندهن الوش كده ببقي المادة الدهنية اللي عندي عشان يطلع لونها دهبي كده وجميل وتطلع مقرمشة اه المكشكش هتطلع طريقة من تحت ومقرمشة من فوق هتبقى حلوة جدا ده ما انتم شايفين ونبدأ ندخلها الفورن اه في الراف الوسطوني اه نكون مولعين الفورن مسبقا وده الشكل النهائي للمكشكشها شكلها تحفة هنبدأ نزقيها بالسيروب البارد السيروب ده انا عملاه معكم اه وهنزل لكم رابط الفيديو بتاع السيروب في صندوق الوصف اللي حبيبيرجع للوصفة تاني وفي نهاية الفيديو اتمنى الوصفة تكون عجبتكم وتكون الطريقة سهلة بالنسبة لكم ولو عجبتكم الوصفة تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة